اشتركوا في القناة بدعوة انهم من قبل قوات الشرطة هي اللي بتمارس التحريط بشكل مباشر ضد الصحفيين بدعوة انهم يعملون في قناة الجزيرة وترتب على هذا التحريط تعرض عدد كبير جدا من الصحفيين للضرب وتكسير معداتهم وهم لا يعملون من الاصل في قناة الجزيرة تمت مدهمة عدد من مقرات شبكات اغبارية مثل شبكة يقين وشبكة حصري وتم القبض على العاملين فيها واحالتهم للنيابة العامة بتهمة استخدام اجهزة اتصالات بدون ترخيص من الجهاز تنظيم الاتصالات وطبعا ده كلام لا يموت للواقع ولا للقانون بصلة لان دي ناس مش بتستخدم اجهزة بس ده عنده تشانل على يوتيوب عنده كاميرا بيصور بيها الحدث زي المؤتمر ده وبيرفع الفيديو بتاعه وده مش محتاج ترخيص من اي حد لانه لا يوجد في مصر اصلا قانون لتنظيم النشر على شبكة الانترنت وبالتالي في حالة وجود غياب تشريعي طبق الحرية هي الاصل ولا يجوز القبض على من يمارس حرية التعبير او حرية الصحافة عن طريق هذه الوسائل طبعا هناك الان بنواجه قضية في منطقة الخطورة هي قضية العاملين في قناة الجزيرة او المعروفة اعلاميا بخلية الماريوت تم توجيه اتهامات بتشكيل خلايا ارهابية ونشر معلومات كاذبة بهدف زعزعة الامن الداخلي وطبعا محبوس على زمة هذه القضية ثمانية من اصل 20 متهم في هذه القضية وطبعا اخر حاجة عايز اقولها بالنسبة للصحفيين الموضة الايام دي هي نشر خطاب القرهية ضد الصحفيين الاجانب باعتبار ان كل من هو اجنبي هو جاسوس هو عميل وده طبعا لو احنا بيقال عننا ان احنا اللي بنبوز او بنشوه او بنسعى لتخريب سمعة مصر امام العالم فلا اجد اكثر من هذا مثلا على خلق بيئة عنصرية ضد كل من هو مختلف بهدف تعمية الرأي العام عن الوصول للحقائق